يا صباح الفل عليكم ازايكم عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا في خير اهلا بكم في مزرعتك في بيتك والنهاردة عندنا حلقة جديدة مع بداية اسبوع جديد والنهاردة عاوز اقول لكم كده يعني بشرة حلوة جدا لكل اخواتنا المربيين نزول اسعار الكاتاكيد بجميع انواعها يسبات في اسعار الاعلاف هيبقى فيه نزول كبير جدا في اسعار الاعلاف لان فيه يعني تقدروا تقوله كده انهيار في اسعار الخامات عالميا ويعني بنتمنى ان بجد الشركات بتاعة الاعلاف في مصر يعني تخلى عندها كده شوية وتبدأ ان هي تنزل اسعار الاعلاف لان يعني الخامات كلها فيها انهيار النهاردة حرفيا طيب عندنا كمان تنفيذات ارض المزرعة وبشرة حلوة جدا لكل اخواتنا المربيين النهاردة فيه ثبات في اسعار الفراخ البيضة وهنتكلم على جميع الاسعار ولكن قبل انبدأ الحلقة انزله حالا في الكم نصلى على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة تكتبوها بيديك وفي التعليقات وخلوها شاهد لنا يوم الايامة اي حد من اخواتنا المتابعين عنده اي سؤال يكتبولي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم اسئلة حضراتكم اي حد من اخواتنا المتابعين المبتدئين عنده دور التسمين المتابع معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة طيب نقطة هنا مهمة جدا عاوز اتكلم فيها وهي الناس اللي بتبعاتلي فيديوهات وحاجات على الواتساب يا جماعة بصوا اللي عنده حاجة مهمة يبعتها لي على الواتساب لان بجد يعني انت لو شفت الواتساب عندي على التليفون عندي بصراحة اصعب عليه كله لان يا جماعة انا ليل ونهار برد على رسائل حضراتكم برد على التليفونات جميعها يا جماعة اخواتنا اللي بيقولوا انت يا سمر بتردي على تليفونات ومش بتردي على تليفونات تاني بص يا جماعة انا طول النهار اللي عرفني واللي متابع معي عارف ان انا برد الليل ونهار يا جماعة يمكن انا بقوم في عز النوم يا جماعة لو جالي اتصال حتى متأخر الساعة 2-3 بالليل لازم ارد عليه لان الاتصال دي يا جماعة بيكون عنده مشكلة ولازم اقوم بسرعة وارد على اللي بيتصل ايا كان هو مين انا مش بسجل ارقام اي حد بس علشان تبقوا عارفين يعني مش برد على حد وبسيب حد تان خالص يا جماعة. اخواتنا بقى اللي بيبعتوه لي على الواتساب كزرسالة بدون اي حاجة يعني الحاجات كده منهاش لازمة يا جماعة الواتساب ده معمول علشان اللي عنده حاجة يقدر انه هو يصورها ونقدر ان احنا نتعامل مع بعض ونقدر لو عنده مشكلة نحلها له. ولكن الرسائل اللي هي بتبقى الاسعار كم يا صمر طيب ننزل ولا ما ننزلش طب مش عارف ايه الكلام ده يا جماعة بيعمل زحمة عندي على الواتساب وبيبقى يعني عامل زحمة كبيرة جدا. فاللي عنده حاجة مهمة يبعتها لي على الواتساب. اما اللي عاوز يتكلم في اي حاجة التليفون مفتوح اربعة وشرين ساعة وكلكم عارفين ان انا برد على كل التعليقات وكلكم عارفين ان انا برد على جماعة التليفونات وكتير جدا من حضراتكم من جميع المحافظات عامل معي متابعة وقلنا المتابعة معي مجانا كان لسه اخر حد مبارح مكلمني بقول لي انا عاوز اعمل متابعة عندي مزرعة واللي تقولي عليه انا هدهولك بص يا جماعة تاني للمرة المليون انا المتابعة عندي مجانا ايا كانت الكمية اللي عندك من اول كاتكوت لحد عشر تلاف كاتكوت لاي مزرعة المتابعة معي مجانا خلاص كده طيب تعالوا بينا نبدأ بقى باسعار المزرعة النهاردة تنفيذات ارض المزرعة للفراخ ونرجع نقول كل اسعار الكاتكيت والاعلاف وكل حاجة بتخص المربي النهاردة ما تنسوش ان انتو ترفعوا الفيديو بلايك علشان الكل يستفيد من الاسعار الحقيقة النهاردة يلا بينا البط المسكوفي ارض المزرعة خمسة وتمانين جنيه والمحلات خمسة وتسان جنيه للكيلو البط البلدي مية جنيه ارض المزرعة والمحلات مية وتمانية جنيه للكيلو المولر ارض المزرعة خمسة وتسبعين جنيه والمحلات خمسة وتمانين جنيه للمستهلك البط الفرنساوي ارض المزرعة خمسة وستين جنيه والمحلات خمسة وسبعين جنيه للكيلو الحمام البلدي ارض المزرعة خمسة وتمانين جنيه والمحلات خمسة وتسين جنيه للجوز السمان ارض المزرعة خمسة وخمسين جنيه والمحلات خمسة وستين جنيه للجوز الروم الابيض النهاردة ارض المزرعة مية وخمستاشر جنيه والمحلات مية خمسة وعشرين جنيه للكيلو الروم البلد الاسود ارض المزرعة مية وعشرين جنيه والمحلات مية وتلاتين جنيه للكيلو الارنب ارض المزرعة خمسة وتمانين جنيه والمحلات خمسة وتسين جنيه للكيلو. الفراخ البرد النهاردة ارتفاع مية وواحد جنيه والمحلات مية وعشرة جنيه للكيلو. انخفاض الرزي ارض المزرعة خمسة وتمانين جنيه والمحلات خمسة وتسانين جنيه للكيلو. امهات الاحمر البيض ارض المزرعة تمانية وخمسين جنيه. والمحلات خمسة وستين جنيه للكيلو. انخفاض الساس وارض المزرعة خمسة وتمانين جنيه والمحلات خمسة وتسان جنيه للكيلو. امهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة تنفيز ارض المزرعة اتنين وستين جنيه والمحلات تمانية وستين جنيه للكيلو. اما عن الفراق البيضة النهاردة ارض المزرعة المعلن اربعة وستين جنيه والتنفيذ الفعلي تلاتة وستين جنيه والمحلات سبعين جنيه للكيلو. ما تشيريش باكتر من كده. كم استهلزوا الاسعار البيض النهاردة من التجار للمحلات الطبق الاحمر مية وتسعتاشر جنيه والمحلات المستهلك مية وعشرين جنيه. البيض النهاردة الطبق من التجار لانه حالات مية سبعة واربين جنيه والمحلات للمستهلة مية اتنين وخمسين جنيه ما تشريش باكتر من كده وخلي ما فيش حد يتحكي عليكم يا جماعة هي دي الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة ثبات في اسعار الاعلاف النهاردة والحقيقة ان مفروض يكون فيه نزول في الايام اللي جاية لان اسعار الخامات نزلت عالميا خلونا نستنى ونشوف الطن العلاف النهاردة بيتروح من الواحد وعشرين الف ستمية للتلاتة وعشرين الف ربعمية وفيه شركات النهاردة الطن عندها اربعة وعشرين الف اعلى عبوة علف النهاردة في المحلات قطعي ستمية جنيه باد السوبر خمسمية خمسة وتسعين نامي خمسمية وتسعين ناهي والكيلو قطعي من اربعة وعشرين لخمسة وعشرين جنيه في المحلات نزول اسعار الردة العبوة اربعين كيلو قطعي في المحلات ربعمية وعشرين جنيه والكيلو في المحلات حداشر جنيه للمستهلك اما عن اسعار الدرة النهاردة تلتمية واربعين جنيه للعبوة خمسة وعشرين كيلو والمحلات قطعي الكيلو تلتاشر جنيه ادي العبوة خمسة وعشرين كيلو ربعمية وعشرة جنيه المكرونة عشرة كيلو متين جنيه والرز النهاردة سبعمية وعشرين جنيه للشكارة خمسة وعشرين كيلو والكيلو قطعي في المحلات تلاتين جنيه اما عن اسعار الكاتاكيت النهاردة وفيها نزول جديد وخلي بالكم يا جماعة مش اي كاتكوت تقدروا ان انتوا تشتغلوا به مهم جدا جدا جودة الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا به. مهم جدا طريقة حضراتكم. مهم جدا جدا الطريقة اللي تستقبلوا عليها. مهم قوي تعملوا احتياطاتكم لدخول فصل الشتاء. البطل ماسكوف ستين جنيه. ماسكوف زكور سبعين جنيه. البيور خمسة واربعين جنيه. والفرنساوي تمانية وتلاتين جنيه. مولر تمانية وخمسين جنيه. والشروفان تمانية وتلاتين. البكين النهاردة خمسة وتلاتين جنيه مسكو في مخلط تمانية وخمسين جنيه الروم البلدي الاسود عمر يوم تمانية واربان جنيه الروم البرونزي عمر يوم تمانية واربان جنيه والسمان من الستة لتمانية على حسب النوع الجميزة البيور تلاتة وعشرين جنيه رزي فارزي ديوك عشرين جنيه رزي برابر اربعتاشر جنيه رزي على وشه سبعتاشر جنيه في يومي بلدي اتناشر جنيه بلدي هاجين اتناشر جنيه بلدي مشعر اتناشر جنيه والهاجين العالي النهار ده عشرين جنيه والساسو واحد وعشرين جنيه. اما عن الكاتكوت الابيض النهاردة الاهالي بادئ من اربعة وعشرين لخمسة وعشرين. والشركات بادئ من السبعة وعشرين لتمانية وعشرين. وفيه شركات اعلى من كده. خلي بالكم يا جماعة ما تخليوش حد يستغلكو. اسعار الكاتكيت نزلة لان ما فيش عليها سحب ما تسمعوش اي كلام بتقال في لسوق النهاردة. ولكن مهم جدا جودة الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا به. دي كانت حلقتنا النهاردة بجد من قلبي بتمنى لكم جميعا التوفيق. اشتغلوا ما توقفوش شغل وانتو بخير في كل احوالكم سواء الكاتكوت طالع نازل العلف طالع او نازل السوق طالع او نازل اشتغلوه ما علينا غير السعي والتوفيق من عند ربنا. يستنونا في حلقة جديدة ولو لسه اول مرة تشوفونا اعملوا الشراق في القناة لان بجد هتستفادوا كتير مع نا جدا سواء من التنفيذات والاسعار اللي احنا بنقولها. وكل حاجة بنتكلم عليها بجد بتفيد جميع السادة المربيين. شكرا لكل اخواتنا المتابعين. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية. بشكركم جدا. استنونا في حلقة جديدة. اشوفكم تاني بقال في صحة وخير.